نعم أستاذ سؤالي هو لما شخص نقول عنه مات أو انتقل هو في الحقيقة موجود دائما معنا حدث له فقط تغيير في الوعي انتقال أو ارتفاع في الوعي أو شيء حدث في الوعي يعني هل ذلك التغيير لحظة الانتقال يحدث تغيير في الوعي فجأة ما هي القوة التي تحدث ذلك التغيير وهل بإرادة الشخص يحدث كيف يحدث ذلك أشكرك سؤال جدا رائع أعتقد أنا هذا أول يعني السؤال ممكن في هذه العلوم هي هذه العلوم نحن نسميها علوم الحياة بعد الأرض فأنا أعتقد أول سؤال يعني لم أسأل سابقا هذا أقصد فيه أول سؤال وسؤال جدا مهم هي الانتقالة خطأ أن تسمى الموت لأن أنا حتى يعني هناك عنوين مثلا كاتبين في الانترنت ماذا يحدث بعد الموت هو هذا خطأ هو ما فيه لا قبل الموت ولا بعد الموت هي كلمة جدا جدا خاطئة لحظة ما يسموها بالموت نحن نقول هو يترك الأرض هذه لحظة تتشارك فيها عوامل كثيرة الإنسان ما بيعرفه منها الآن نبدأ نوضح منها الدياني التالف واضعين فيه نعم الدياني التالف عند الإنسان واضعين فيه الجينات التي يعني يبدأ الإنسان ينقرض 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 إلى أن ما يسمى بالموت فهو ما بيعرف هذا وبالتالي عندما تركز على تصحيح مسارات الدياني فأنت شيئا فشيئا ما بتموت هذا ممكن يصدبكم فهي اللحظة اللحظة التي يترك فيها الإنسان بما يسمى الموت فيها عامل إجباري هو ما بيعرفه عامل إجباري والعامل الإجباري اللي هذا الدياني التالف حرفوه أيش قالوا قالوا أنه الموت من الله هو الموت مش من الله الموت من هذه الكائنات المفبركة اللي زارع التلف فهذا الدياني التالف هو الذي يحدث لأنه هو الجسم ما بيقدر ما بيقدر يستمر بسبب الدياني التالف ما بيقدر يستمر فهم على اساس يعني وضعيها انه هذا الإله هو مش الإله هو من هذا الدياني التالف معها الاعتقاد بالموت لأنه هو يستنتج الإنسان هو كان استنتاجي بالمناسبة تعرفون؟ الإنسان ماذا؟ كان استنتاجي فهو يقوم بوضع الاستنتاج يقول بما أنني كنت طفل وكبرت وأصبحت وكذا كذا كذا وبما أن والدي توفى وجدي توفى فهو هذا يربك الوعي يربك الوعي فهو يعتقد به ماذا لو تكبر وعيه يعني وعيه اتسع بتصديق الموت يعني يسمع الحوادث مثلا حوادث فيضانات وحوادث حروب وهذا مات والآخر مات بحرب وكذا كذا فهو يقتنع يقتنع والدياني التالف يمشي تلاحظون؟ هو الإنسان ما بيموت ما فيه هو خطأ هذا جدا خطأ يعني كاتبين أنه على أساس هيكي أتت ساعته خطأ ما في هذا لا أتت ساعته ولا أتى يومه إطلاقا يعني الجسم الجسم والروح واحد مش اثنين الجسم أبدي والروح أبدية والفكر أبدي لكن حرفت حرفت شباب حرفت المعادلة حرفت فأرجع فهي لحظة ترك الإنسان بما يسموه الموت جدا خاطئة فيها العوامل الإجبارية وفيها العوامل الاعتقادية وهنا الصدمة الصدمة أنه بعد أن يترك ما يسمى خطأا بالموت يجد نفسه ينظر لاحظه يسمع يشاهد يحس ويرى جسمه هنا يستغرب يقول من أنا هنا بعدها هو يرفض الموت يقول أنا مش ميت يعني المرحلة الثانية بعد بعد ما يسمى خطأا بالموت المرحلة الثانية هو يبدأ يكتشف أنه هو مش ميت لأنه يرى يسمع يتحرك نعم ونحن قلنا حتى يعني في فيديوه السابق أنه أنه قسم منهم يبقون في بيوتهم نعم في بيوتهم يبقون حتى لعشرة سنوات موجودين في بيوتهم يتمشون في الشوارع وقسم منهم ينامون في السطوح تعرفون وقسم منهم ينامون في الغابات هذا في الأرض موجودين يرى يسمع لكن بترددات أعلى قسم منهم يعني مش الكل وقسم منهم يرتفع إلى حضارات أخرى عندما تقوم بي أو عندما جنس البشر يقوم بتغيير ترددات الجينات أوكي وعندما يفهم أن الموت فبركة يفهم لاحظوا الموت مش موجود مش حقيقي وعندما الثقافة تغير يعني أنه ما فيه موت هي هاي الثقافة كلها تغير ما فيه موت يعني الإنسان هو كائن أبدي كائن القوة كائن الأمان فشيء فشيء جسمه نقول يستمر يستمر بمئة الملايين من السنوات وهناك كائنات أخرى كائنات أخرى أعمارهم مات ألف سنة خمسمائة ألف سنة مليون سنة نعم بعمر موجودين هذا العمر اللي يعني في الإنسان جدا خاطئ هذه سبعين سنة وثمانين سنة جدا خاطئ وماذا لو يأتي لإرباك الآخر يعني مثلا إنسان يقلق حول المال هذا إرباك أو مشاكل العائلة مشاكل يعني العائلة فيما بينهم المحاججات والإعلام والسياسة كله هو هذا يسمى المحدود فهو يتعب الجسم يتعب الجسم يتعب الفكر يتعب تلاحظون وينتهي الآن هم ليه عاملين الموت ما هو السبب تعرفون ليه هم عملوا الموت لأن هم في البداية الأوناناكي هم في البداية كانوا عاوزين عمال يعني نعمل لفترة وينتهي هو هذا هو هذا فوضعوا جينات التالف من أجل أنه يعني أنت تشتغل لسنوات نعم لسنوات تخدمهم وخلاص وهذا هي هذه الفكرة فوضعوا التلف التلف يعني الديناي يسمى الديناي المعتم التالف وتجد الإنسان يكبر نعم هو ما فيه كبر في الحقيقة أبدا الجسم أبدي الجسم أبدي مع الروح الروح والجسم نفس الشيء الذي ميز الجسم عن الروح هو الدماغ الدماغ هو الذي فصله الدماغ يعني قال الدماغ ينظر إلى اليد يقول آها هذه يدي أو ينظر إلى جلده ويقول جلدي ينظر إلى الجلد ويقول أنا كبير في العمر الدماغ مش الروح نعم مش الروح الدماغ هو الذي يفصل فعندما تعلم الدماغ عندما تعلم الدماغ أن نظرته نظرة الدماغ إلى الأمور خاطئة تعلم الدماغ أنت تعلم الدماغ تعرفون مش الدماغ يعلمك يعني لا تصدق بكل الأفكار التي تسمحها من الدماغ أنت تعلم الدماغ فالدماغ هنا يفهم الفبركة يصحح الدماغ فكره الجسم يستعيد نشاطه